تفسير الأحلام موجود على القناة في بعض الرؤى عن الخروف لكن النهاردة عايز أتكلم عن الخروف بتوسع شوية لأن الموضوع ده مهم جدا لأن رؤية الخروف من الأشياء الجميلة اللي من الممكن تشوفها أي امرأة وأي رجل لأنها أحيانا تدل على الذرية الصالحة وتدل للمرأة على الحمل وتدل أحيانا للحامل على الذكر فهي من الرؤى المهمة التي نراها في المنام فبداية رؤية هدية الخروف في المنام هذه الرؤية تدل على الذرية الصالحة وطبعا احنا عارفين قصة سيدنا إسماعيل مع أبيه إبراهيم ودي احنا مش محتاجين نكررها ولا نتكلم فيها علشان كده علماء التفسير أخذوا أن رؤية الخروف في المنام وهدياته تدل على الذرية الصالحة لأن إبراهيم عليه السلام افتدى ولده إسماعيل بخروف أو بكبش رؤية أنك تضحي بالخروف هذه الرؤية تدل على الذهاب إلى الحج في هذا العام إن شاء الله حتى أن بعض المفسرين قالوا بأن هذه الرؤية تدل على الفرج وفك الكربي وكأن الذي رأى هذه الرؤية كان مكروبا فرؤيته أنه يضحي بكبش أو بخروف تدل له على الفرج إن شاء الله تبارك تعالى رؤية صوف الخروف صوف الخروف في المنام من أفضل الرؤى التي من الممكن أن يراها أي إنسان في حياته لأنها تدل على الغنى وليس غنى فقط وإنما ثروة كبيرة ستأتيه في المستقبل إن شاء الله تبارك تعالى أما رؤية الخروف بالنسبة للشخص المريض تدل على الشفاء يعني سبحان الله من أفضل الرؤى إن الإنسان يشوف الخروف وهو مريض تدل له على الشفاء إن شاء الله تبارك تعالى رؤية الخروف الصغير في المنام الخروف الصغير أو الكبش الصغير في المنام بالنسبة للعزاب الولد أو البنت العزباء تدل لهم هذه الرؤية على الزواج وبالنسبة للمتزوجين إما خير بصفة عامة وإما مال سوف يأتيهما في الطريق إن شاء الله تبارك وتعالى سواء الرجل المتزوج أو المرأة المتزوجة رؤية الخروف في البيت وهو يأكل يأكل اللي هو الأكل يتبعه الأكل المخصص للحيوانات فكن إن أنا أشوف نفسي في المنام عندي خروف في البيت وأنا أضع له الطعام وأنظر إليه وهو يأكل هذه الرؤية تخص الرأي في معنيين الأول إما أنه رزق ومال سيأتيني إن شاء الله والثاني التفوق والنجاح في أمور الحياة بصفة عامة طيب رؤية قطيع غنم يمشي خلف بعضه بطريقة منتظمة شوفت في المنام سرب من الخرفان وهو يمشي خلفه الواحد يمشي خلفه الثاني وهكذا عاملين كده خط كده مستقيم ومشيين بطريقة منتظمة دي رؤية تدل على خيري سوف يأتيني لفترة طويلة إن شاء الله تبارك وتعالى أما رؤية أكل لحمه فأنت شخص خلي بالك ولكن اللحم الني ليس المشوي لأن المشوي بالنسبة للحم الخرفان خير واسع خير وفير لكن الرؤية دي خاصة برؤية أكل لحم الخروف الني يعني لحمة ليست مطبوخة لحمة نيئة ماذا تدل هذه الرؤية هذه الرؤية سيئة للغاية تدل على صفة سيئة في الرأي إنه شخص نمام ويحب الكلام في أعراض الناس ومع شديد الأسف يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه شفت الآية بتقول إيه سبحان الله العظيم فهذه الرؤية تدل على أنك شخص تأكل حينما ترى أنك تأكل لحم الخروف نيئ اللحم نيئ فأنت شخص نمام وتتكلم في الأعراض ومع شديد الأسف رؤية سلخه شر وأنا لن أفسرها هي شر خلاص رؤية سلخ الخروف أما رؤية شراء الخروف وبيعه والحكتين لتنين دول حصلوا في حلم واحد للشخص بالنسبة للرجل المتزوج أو للشاب بالأعزب رأى في المنام أنه اشترى خروف ثم باع في حلم واحد الرؤية تدل على أنك شخص سوف تتزوج زواجا ثانيا سوف تتزوج زواجا ثانيا زوجة تانيا رؤية ملاحقة الخروف لي في المنام كون أن الخروف يجري وراي خلي بالك فيه فرق ما بين ملاحقة الخروف ونطح الخروف دي حاجة ودي حاجة نطح الخروف دلوقتي هنتكلم عنه أنا بتكلم دلوقتي عن رؤية ملاحقة الخروف ليه في المنم حينما أرى أن هناك خروف يجري خلفي ذا الرؤية تدل على الهم والغم والكرب والعياذ بالله أما رؤية الخروف الهزيل الضعيف الذي لا يحمل اللحم يعني العظم ظاهر فيه هذه الرؤية تدل على خسارة الأموال ومع شديد الأسف طيب في قضية الألوان الخروف الأبيض أو حتى الأسود تعالوا ندخل على رؤية الخروف اللي هو اللون اللي هو الأسود رؤية الخروف الأسود تحديدا للبنت العزباء ارتباط يعني سواك إذن رؤية محمودة لا هي مش محمودة ولكنه ارتباط سوف تندم عليه أو ارتباط سوف يفشل ومع شديد الأسف رؤية الخروف الأسود للبنت العزباء أما اللون البني للبنت العزباء يدل لها على السعادة السعادة بصفة عامة سعادة بقى في حياة عملية سعادة في حياة علمية سعادة في حياة زوجية السعادة عموما رؤية البنت العزباء حينما ترى الخروف صاحب اللون البني أما رؤية هدية الخروف من الزوج للزوجة يعني الزوجة هي التي رأت الرؤية لأننا في البداية قلت هدية الخروف بصفة عامة أول كلمة قلتها في اللقاء قلت تدل على الزرية الصالحة ده كلام عام لكن المرأة المتزوجة لو رأت في المنام أن زوجها أهداها خروفا في المنام هذه الرؤية تبشرها بالحمل القريب إن شاء الله تبارك وتعالى أما رؤية الخروف بالنسبة للمرأة الحامل هذه الرؤية لها علاقة بنوع الجنين بمعنى أن الجنين سيكون ذكرا إن شاء الله تبارك وتعالى يبقى المرأة الحامل لما تشوف الخروف في منامها تعرف أن الرؤية أن جنينها إن شاء الله تبارك وتعالى وطبعا كل شيء يا جماعة بقدر الله يعني سبحان الله العظيم الواحد يحزن لما يلاقي ناس يتعلق عليه وإنت دخلت الغيب وإنت بتعرف كل شيء وبطلوا كذب وبطلوا نصب أنا قلتها لكم زمان البناء أدم اللي بيشتم ده أنا بزعلش منه إنما البناء أدم الغبي ده مش عارف أعمل معي رؤية المرأة الحامل بالخروف تدل على أن المولود سيكون ذكرا إن شاء الله تبارك وتعالى شوية ذكرت رؤية ملاحقة الخروف قلت دي هم وغم وكرب والعياذ بالله أما نطح الخروف في المنام كون إن أنا أشوف الخروف وهو بينطحني ده الطبيعي بتاع الخروف يعني دي حاجة متلازمة فيه فلما شوف نطح الخروف في المنام لغير البنت العزباء مكروه أما للبنت العزباء محمود زواج عن قريب زواج مش بس كده زواج يعني سبحان الله ممكن إن يكون بعد أسبوع يكون بعد شهر يكون بعد سنة ممكن والسنة تبقى قريبة طبعا إن هو بالفعل من الممكن إنها تكون حط أمل على الزواج بعد خمس سنين مثلا فيكون سنة بالنسبة لها طبعا كل شخص على حسب حالتي المهم أن الزواج بالنسبة للبنت العزباء سيكون قريبا إن شاء الله حينما ترى في المنام أن الخروف ينطحها في المنام تكلمت عن هدية الخروف من الزوج للزوجة وقلت بأن هذه الرؤية تدل على الحمل للزوجة هدية الخروف للشاب الأعزب زواج مش بس كده لا زواج من فتاة الكل يشهد لها بجمالها وبحسن خلقها يعني تعتبر الجزئية الأخيرة دي أفضل من الزواج نفسه كن إن أنا شاب أعزب أرى في المنام أن أحدا يهديني خروفا أو كبشا هذه الرؤية تدل أنني سوف أتزوج من فتاة الكل يشهد لها بالجمال وبحسن السير والسمعة رؤية الخروف الأبيض إننا تكلمت عن الخروف الأسود وبها ونختم رؤية الخروف الأبيض من الرؤى المحمودة تدل بصفة عامة على النجاح والتفوق في الحياة وأحيانا تدل على وظيفة فرصة عمل جديدة ستأتيني وأحيانا تدل على الأخبار السارة المفرحة السعيدة إن شاء الله تبارك وتعالى تدلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته